اشتركوا في القناة وايضا بعد خروج بطل اوروبا ريال مدريد زاد الضغط اكثر على برشلونة مع تكبده للخسارة الاولى في هذا الموسم على يد الجار اسبانيول فكان متوقعا ان يكون هذا الاهتمام بهذه المباراة دخل مدر برشلونة ايرنستو فالبردي هذه المباراة بتشكيل يضم كل من جاز برسليسين البا اومتيتي بيكي روبرتو بوسكي راكي نيستا فيدال وميسي وسواريز بدأ لقاء برشلونة اسبانيول بافضلية مطلقة لبرشلونة من حيث الاستحواذ على الكرة ضغط الشرس الهجومي لمرمى نادي اسبانيول لمعادلة الكفة بعد خسارتها ذهابا في ملعب اسبانيول هذه المباراة بيّنت لنا ان ليفال بيردي خطط واضحة جدا في الاستحواذ على الكرة في خط وسط برشلونة مع حرية تامة لاطراف برشلونة هذه المباراة وضحت لنا حركة في دال في الجهة اليمنى لضرب دفاعات الفريط من الجناح الاخر وهو ما يجعل لاعبي اسبانيول ممارسة الضغط على اكس اليكس فيدال ومراقبة ليونيل ميسي ونسيان جوردي ألبا شاهدنا جميعا ان برشلونة في هذه المباراة حاولا مرارا والتكرارا اخراج الكرة بنفس الاسلوب الذي يلعب به دوما ممرحلة الكرة من منطقته الى منطقة الخصم مع صعود لويس سواريز الى منطقة التمنتاشر وسعود جوردي ألبا في الجناح الايسر وسعود فيدال في الجناح الايمن مع صعود ليونيل ميسي مع مساندة ممتازة من اللاعب اندرياس انيستا مع توازن ممتاز يخليقه اللاعبين ايفان راكيتشو وسيرجيو بوسكيتس مع صعود اومتيتي وجيرارد بيكي في هذه المساحة هذا الشكل رأيناه في اول دقائق المباراة تجد ان انيستا وميسي يتواجدان بمنتصف الملحة مع صعود جوردي والبا واليكس فيدال في هذه المساحات لممارسة الضغط اكثر على دفاعات نادي اسبانيول محاولين افك الرقابة من ليونيل ميسي ايفان راكيتش سيرجيو بوسكيتس قلوب دفاع سنترباك نادي برشلونة في هذه المباراة في معظم اطوار المباراة لممارسة الضغط على الاندية الاخرى رأينا ايضا حركة اللاعب اليكس فيدال في جهة اليمنى لضربة دفاعات الفريق من الجناح الاخر جوردي في الوقت الراهن يمثل الجناح الثالث لنادي برشلونة مع كل من لويس سواريز وليونيل ميسي تجد دوما مساهمة ممتازة في مباراة الامس من اللاعب ايفان راكيتش في حال الصعود جوردي ألبا في هذه المساحة في هذه المباراة ايضا اليكس فيدال لعب مباراة جيدة جدا في حالة الارتداد الدفاعي لمساندة اللاعب سيرجي سيرجي لوبرتو في هذه المباراة وضح جلية لنا انه هو الخيار الاول ليرنيستو فالفيردي في خانة الطرف الايمن لما يمثله هذا اللاعب من ارتداد دفاعي ممتاز ومساندة هجومية ممتازة جدا في دخوله في منتصف ملعب النادي الكتالوني مساندة ليونيل ميسي وايضا ارتداد دفاعي ممتاز لما يمتلكه هذا اللاعب من امكانيات بدنية ممتازة للعبين الاخرين لبرشلونة نتحدث عن هدف برشلونة الاول هدف برشلونة الاول اتى من تحرك من ليونيل ميسي ليونيل ميسي دايما يتحرك يصنع الجديد يصنع العجب في كل المباريات التي يكون فيها ليونيل ميسي في اوجع طاوه في قمة مستواه يتحرك ليو بالكورة جميع اللاعبين مارسوا الضغط العالي على ليونيل ميسي مع ترك مساحة خلفهم للعب في هذه المباراة مع صعود لمحاولة خلق مساحة وقلق خيار ثاني او ثالث لالكس فيدال للتمرير ووجد في هذه المساحة حين صعود في هذه المساحة متاحا امامه ممرنا له هذه الكورة مودي عن اياها في شباك مرمى نادي اسبانيون هذه المنطقة هي منطقة لويس واريز لويس واريز حالما خرج من هذه المنطقة لن تشعر به لن تجد له مساندة للفريق الكتالوني في المباريات حتى في ابسط الاشياء التي يمتاز بها النادي الكتالوني من الاستحواذ على الكورة والتمرير القصير تجد لويس واريز اقل اللاعبين في برشلونة احتفاظا بالكورة واقل اللاعبين في برشلونة اللاعب مع زملائه بالكورة لذلك خطورته تجدها دايما في هذه المزاحة بعد صعود جوردي ألبا واللاعب سيرجي روبرتو للمنطقة الامام المنطقة التي كانت توجد فيها لويس واريز والكس فيدال تجد ان لويس واريز اصبح في منطقة دفاعات نادي اسبانيول وهي ما تتيح الفرصة لللاعب جوردي ألبا للصعود اكثر مباراة برشلونة الاسبانيول وضحت لنا التوافق والتناقم العالي جدا بين اللاعبين سيرجيو بوسكيتس واللاعب ايفان راكيتش في خط وسط ملعب برشلونة في هذه المباراة تجد انهم في حالة توافق عالي جدا بالكورة او من غير كورة في حالة صعود سيرجيو بوسكيتس للامام تجد ان ايفان راكيتش التزم بهذه الخانة تأحين عودة سيرجيو بوسكيت من الصعود الامام تجدهم اصبحا محوري ارتكاز وهذا مفتقدناه كثيرا في نادي برشلونة خلق التوازن الدفاعي في حالة صعود الاطراف الاثنين مع العلم بان برشلونة في الوقت الحالي يستخدم جوردي البا جناحا ثالثا وهو الورقة الرابحة الاهم في برشلونة حاليا بعد ليونيل ميسي رأينا في مباراة برشلونة ان برشلونة كان مصرا على اخراج الكرة من منطقته بالطريقة التي يفهمها لاعبوه وبالطريقة التي تجعل من الكرة استياد سهل للاعبي اسبانيول لاقتناص الهدف الاول وإحراج برشلونة في هذا التوقيت الحرج في بداية اللقاء وفي معظم اطوار الشوطة الاول كانت هذه الخصة الوحيدة التي لم ينجح لاعبي اسبانيول في اخذ الكرة من لاعبي برشلونة اجح في هذه الخاصية في اخراج الكرة من المنطقة نادي اسبانيول في كل اطوار المباراة وهذا ما يبين لك ان لفالفيردي تاكتيك اضافي لتاكتيك برشلونة في التوازن على الاستحواذ على الكرة والشراسة الدفاعية والضغط العالي جدا على الخصم في حالة فقدان الكرة وهذا ما يحسب لفالفيردي في هذه الفترة تحديدا لا يفوتني في هذه السانة حانا اتحدث عن اللاعب الدولي الكرواتي اللاعب ايفان راكيتش ايفان راكيتش في هذه الفترة يقدم مستويات ممتازة في اعتقاد الشخصي ان ايفان راكيتش الان مستواه يضاهي مستوى اللاعب سيرجيو بوسكيتس في منطقة وسط ملعب برشلونة مع افضلية بوسكيتس باحتفاظه بمركزه الدايم وتقسيم اللاعب الدولي الاسباني سيرجيو بوسكيتس لجهده في كل اطوار المباراة ولعبه بسهولة وانسيابية عالية جدا مع الكرة او من غير الكرة ايفان راكيتش ايضا يطلب منه احيانا مساندة هجومية للمهاجمين ومساندة دفاعية في حالة صعود مثلا الطرف الايمان لنادي برشلونة او الطرف الايسر ذلك معوضة حجليا في مباراة اسبانيول بالامس عند صعود جوردي تجد ان ايفان راكيتش هو الذي يقطي منطقة جوردي في كل اطوار المباراة ايضا نتينا وتحدثنا عن اللاعب سيرجي روبرتو سيرجي روبرتو في هذه الفترة يقدم مستويات ممتازة ويقدم مستوى ممتاز جدا سيرجي روبرتو الان يقدم نفسه بانتياز لمدرب لاروخة لكاس العالم في الفترة القادمة لعب يجيد اللعب طرف الايمن ويجيد الاختراق من العمق ويجيد اللعب في خانة وسط الملعب هذه الاشياء وضحت لنا جليا في مباريات برشلونة المهمة تجد ان سيرجي روبرتو هو الاساسي على اليكس فيدال و نيلسون سيميدو وهذا ايضا افضله الفترة يقدم مستوى ممتاز وممتاز جدا 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 حتى بعد عودته من الاصابة جميعنا تساءل هل هذا اللاعب كان مصابا هذا اللاعب يقدم مستويات ممتازة هذا اللاعب هو الصفقة الاهم لبرشلونة في اخر ثلاث موازم لقطة الهدف الثاني لنادي برشلونة كانت تمثل شيء بصير جدا من تاكتيك برشلونة في الفترة الاخيرة وهي ممارسة الضغط العالي بعد انقطاع الكرة في مطقة اللعب لنادي اسبانيول وكل الاندي التي تلاعب برشلونة في ملعب الكامبرو في هذه الكرة في هذا الهدف التاني تجد ان ليونال ميسي تحرك بهذه الكرة في هذه الجهة محاولة اختراق دفاعات نادي اسبانيول قطعت منه الكرة وات الكس في هذه الجهة محاولة يقتناصها مع مسامدة ليونال ميسي تجد ان ليونال ميسي يقتنص هذه الكرة وتحرك نحو المرمى مسجلا الهدف الثاني الذي رجح كفة برشلونة للصعود الى نصف النهاي التبديلات التي حدثت في هذه المباراة كانت بخروج اللاعب الكس فيدال ودخول الدولي البرازيلي باولينو اللاعب التكتيكي من الدرجة الاولى هذا التبديل وضح لنا جميعا ان لفالفيردي تاكتيك واضح جدا في محاولة الاستحواذ على منطقة وسط الملعب مع كل الاندية التي يلعب امامها وايضا في محاولة خلق التوازن الدفاعي لدى وسط الملعب فالفيردي ايضا يريد ان يمثل الضغط الدفاعي على كل الخصوم من منطقة وسط الملعب بصعود ايفان راكيتيتش مع باولينو وينيستا سواريز وجوردي البا واللاعب سيرجي روبرتو وضح ذلك جليا في هذه المباراة ان برشلونة هاجم عدد من المرات مرمى نادي اسبانيول بعد انقطاع الكرة في منطقة وسط الملعب التبديل الثاني وهو التبديل الذي انتظره كل برشلونة كثيرا وهو خروج القائد اندرياس انيستا ودخول الدولي البرازيلي اللاعب فيليبي كوتينو كوتينو ببساطة هو اللاعب الذي يحتاجه برشلونة في هذه المنطقة تحديدا منطقة وسط الملعب تلجيها ليسرى في وسط ملعب نادي برشلونة كوتينو في هذه المساحة شغل المساحة التي كان يلعب فيها اندرياس انيستا وهذا هو التوريث الطبيعي التوريث المتميز لنادي برشلونة في اصراره على استخدام اللاعب فيليبي كوتينو للعب لنادي برشلونة اصرار كوتينو على القدوم لبرشلونة تجعلك تفكر كثيرا فان هذا اللاعب كان يفكر كثيرا في برشلونة وان هذا اللاعب كان يتابع برشلونة عن كثب وان هذا اللاعب شرب تاكتك برشلونة قبل قدومه النادي الكتالوني لذلك كان الانبهار على كل المستويات حتى عند زملائه في التمرينات نادي برشلونة ليشارك وليحجز مكان اساسي في تشكيلة النادي الكتالوني. اخر تبديلات النادي الكتالوني اتت بخروج اللاعب ايفان راكيتيتش اللاعب المتميز جدا ودخول اللاعب الدولي البرتقالي اندري كومين. متابعين الكرام كان معكم محمد الوسيلة في اولى حلقات رأيي فني. الى اللقاء في حلقة قادمة.